اختتمت مبادرة مكافحة الإدمان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الزيارات الميدانية لعدد من مراكز تأهيل المتعافين والمسمى بمنازل منتصف الطريق وذلك بواد النطرون في محافظة البحيرة وبحث وفد التنسيقية خلال الزيارة عدة ملفات أبرزها معاناة المتعافين في مراكز تأهيل غير المرخصة ومرحل البرامج العلاجية لتحقيق التعافي وتحديات التي تواجه المتعافين فيما يتعلق بالدمج المجتمعية وتمكين الاقتصادية وخلال الأسبوع الماضي أجرت تنسيقية شباب الأحزاب جولات ميدانية لعدد من مراكز تأهيل المتعافين من الإدمان في القاهرة وبرسعيدة وذلك لتعرفي على أبرز التحديات والمعوقات وبحث سبول تدليلها لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمتعافين